موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع ما أشبه اليوم بالبارحة فبعد مرور نحو ثمانية أعوام على ما أطلق عليه الربيع العربي ها هي الجماهير العربية تنزل من جديد إلى الشارع وتعبر عن غضبها احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة لكن التظاهرات هذه المرة تحل في دول لم تطلها رياح التغيير ولو أنها شهدت حراكا شعبيا نقصد الأردن والسودان ولبنان فقد قرر آلاف الأردنيين والسودانيين واللبنانيين إطلاق صرخة جديدة في وجه السياسات الحكومية رافعين شعارات شبيهة بل تكاد تكون متطابقة مع تلك التي رفعت في تونس ومصر وسوريا والعراق والليبيا والبحرين واليمن لا للاستمرار في ذات النهج الاقتصادي والسياسي ونعم لمكافحة الفساد يرتفع سقف المطالب أحيانا ليصل إلى المطالبة بإصلاح النظام أو تغييره حصل ذلك مؤخرا في السودان أيضا اللافت أن دولا غنية بالنفط والثروات والموارد الطبيعية مثل السودان تتجاوز فيه نسبة الفقر الستة والثلاثين بالمئة أين المشكلة إذن؟ هل هي في الفساد وسوء إدارة الموارد؟ أم أن الأزمة بالأساس أزمة نظام وحكم في معظم الدول العربية؟ وإذا كانت كذلك كيف يمكن تفسير الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ ستة أسابيع وهي الدولة العريقة في الحداثة والديمقراطية والتطور؟ لماذا تفشل الحكومات في تحقيق المطالب الشعبية؟ وهل الشعوب قادرة بالفعل على التغيير من دون أي دعم خارجي؟ الشارع العربي إمكانية التغيير هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها هنا في السوديو الدكتور كمال حمدان الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات أهلا بك دكتور كمال من تونس معنا دكتور فتحية سعيدي أستاذة علم الاجتماع من لندن عبر الإنترنت معنا سيد حسن الحسن الكاتب السياسي ينضم إلينا بعد قليل ومن الخرطوم معنا سيد عمر صديق الكاتب السياسي السوداني أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور كمال ولو أن هناك الكثير من الاختلافات ولكن من تأثر بمن مؤخرا الفرنسيون من خلال احتجاجات السطرات ما سمي بسطرات الصفراء تأثروا بنا انطلاقا مما جرى بالعالم العربي في السنوات الأخيرة أم نحن من عدنا وتأثر بهم والكثير يعني لبس سطرات صفراء تأثرا ربما بالفرنسيين يعني أنا باعتقادي بإجاز أن المسألة تتجاوز بكثير التأثر والتأثير لأن العوامل الأساسية الفاعلة هنا أو هناك أو هناك هي نفسها في صراعات اجتماعية عمد دور على سياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وترجمتها بموضوع الضرائب وعدد كبير من المسائل الاقتصادية عندما يصل العمال بالأساس كنقبات وأطراف واسعة من الطبقة الوسطى خصوصا الجزء الأدنى والمتوسط من الطبقة الوسطى عندما يصلوا إلى يلمسوا تدهورا كبيرا فيه نمط حياتهم وشروط حياتهم لا يعود لديهم سوى النزول إلى الشارع للتعبير عن الغضب وهذه العملية تأخذ مجرها قد تصطدم بحقات إذا كانت الحركة الاحتجاجية غير موحدة غير مضبوطة بإيقاع أجندة محددة وبإطار قيادي يقود عملية توافق فيها مثل ما حصل في لبنان بالحركات 2012-2015 والتي وصلت ذات يوم أن تملأ الشوارع بعشرات الألوف ولكنها اتضمت بعقبتين عدم وجود أجندة موحدة ومنتفقها وعدم وجود إطار قيادي مؤسساتي يقود ولو من بعيد بحيث تصب في المجرى نفسه إطار قيادي مؤسساتي مثل ماذا؟ نقابات تقريبا ألغية أو يكاد يكون ملغى دور النقابات هذا أولا ثانيا إذا كانت الاحتجاجات تقودها أحزاب مثلا أو كوادر منتمية بشكل أو بآخر لأحزاب يقال أنه ربما تأخذ إلى مجرى آخر إذا لم تكن تقودها أحزاب أيضا يقال أنه ما في لها رأس أو قادة لقيادة هذه المظاهرة ما تذكريه هو شو مطلوب من المتظاهرين كقيادة أو كإطار؟ هو الملاحظ من الربيع العربي والملاحظ ما حصل في باريز مؤخرا أن جزء مهم من الانتفاضات في الشارع تمت من خارج النقابات النظامية ومن خارج الأحزاب هذا الذي حصل في الربيع العربي وحاولت الأحزاب والنقابات وفئات أخرى سياسية أن تلحق بالانتفاضات التي خرجت من الوجع ناتج عن انهيار الطبق الوسطى وزيادة إفقار الفئات الدنيا تسألين ممن تتكون هذه القوة أنا أعتقد أن المجال مفتوح لكل فئات المتضررين بمن فيهم الأحزاب السياسية النقابات الجمعيات الممثلة لفئات اجتماعية محددة مثل المتقاعدين مثل السائقيين مطلوبنا الأحزاب أن تشارك دكتور ألا يمكن أن تشوه بشكل أو بآخر التجربة التاريخية حتى ماضي قريب كانت بنسبة كبيرة منها هي نتيجة انخراط أحزاب وقوى سياسية بإطار هالعولمة بإطار انتشار شبكات تواصل بإطار أزمة الأحزاب يعني الأحزاب في أوروبا في أزمة تقليدية سواء السوسيال ديموكراسي أو الأحزاب اليمينية التقليدية أو حتى أحزاب اليسار معظمة بأزمة وهذا أيضا ما ظهر بأشكال أخرى في أمريكا والانتخابات الأخيرة عندما من خارج التركيبات الحزبية التقليدية خرجت جماعات اجتماعية عشوائية مثال دونالد ترامب حتى بفرنسا في مثال ماكهون يعني عمول مع العولمة مع دور شبكات التواصل مع أزمة الأحزاب والنقبات بدأت تعبر حالات الاحتجاج عن نفسها بأشكال جديدة وهون على هالمسرح مش طافي يا لبن كل القوى داخل السلطة وخارجها تحاول بأشكال مختلفة أن تضع اليد على هذا الحراك العفوي المدني الشعبوي وهذا حصل للأسف بالكثير من الدول منها لبنان سمح لي أن أتوجه إلى تونس مع دكتور فتحية سعيدي حضرتك أستاذة علم الاجتماع للأسف يعني ما نشهده في تونس مشهدنا بالقصرين وأحراق يعني شاب عبد الرزاق الزرقي نفسه احتجاجا على الوضع المعيشي وكأن شيئا لم يكن منذ سبع أو ثماني سنوات ولغاية الآن نفس المطالب اللي رفعت منذ ذلك الحين ولغاية الآن يعني ما زالت هي هي يعني ما الذي حققته يعني سؤال بديه وبسيط يسأل ويطرح ما الذي حققته الثورة في تونس في هذه الحال طيب اسمحي لي قبل أن أن أبدأ معناها في الإجابة على سؤالك أن أعقب تعقيب وجيز على ما كنت أستمع إليه أول شيء رغبت أن أوضح أن الحركات الاجتماعية كما درسها علماء الاجتماع تبين أنها حركات في البداية تبدأ بشكل تقليدي هناك تعب أتسبق ذلك حتى إذا كان نحب نرجع لجليجان بش نلقى وبدأت التعب وبعدين خرجت بشكل تلقائي وبعدين الحركات هذه ديما تكون عندها حد أدنى من التنظم وتتوسع والحركات الاجتماعية بدأ يدرس فيها علم الاجتماع من الحركة الطلبية انتع 1968 واللي ولا يحكي عليها العديد من علماء الاجتماعي نحكيه على الحركات الاجتماعية الجديدة المختلفة على الحركات العملية وهي تعبيرة جديدة وهي سلسلة من الديناميات الاجتماعية التي تبرز خاصة خلال الأزمات هذا معناها بشكل عام تعريف الحركات الاجتماعية أعود الآن إلى تونس تونس مثلها مثل كل البلدان قد شهدت هذا النمط أو هذا النموذج من الحركات الاجتماعية منذ سنوات معناها كثيرة منذ 2008 في حوض المنجمي بقفصة ثم 2010 الحركة التي انطلق في سيدي بوزيد ثم 2011 معناها أربعة تاجان في 2011 وهذه الحركة الأخيرة معناها حققت تغيير معين وهو تغيير على مستوى رأس السلطة وهذه الحركات هي في الأساس حركات مطلبية معروفة مثلا بالنسبة لألان توران يقول أن حركات في تحليله للحركات الاجتماعية حركات اجتماعية زوبعة أو ما يسمى بالفرنسية الموفمان سوسيو توربيان كلما لم تتحقق المطالب معناها تهفت قليلا هذه الحركات ثم تعود وهذا ما نشهده إلى اليوم لأن العديد من المطالبات التي خرجت على أساسها الأفراد الشعب والنشطاء والفاعلين الاجتماعيين في تونس لتحقيقها منها التشغيل إلى غير ذلك لم يتم تحقيقه وهو ما يفسر عودة هذه الاحتجاجات في تونس خاصة بعد ثمانية سنوات الوعود إلى غير ذلك عبر الحكومات المتعاقبة ولم تتحقق تغيير أو معناها مؤمل لهذه الفئات الواسعة التي خرجت في يوم من الأيام وطالبت بالتشغيل وطالبت معناها بمكانها الاجتماعي أو بمكانها ما في الاجتماعية لها وتوسعت معناها الأزمة عندما شهدنا نسبة تضخم مرتفعة تأثرة انعكست سلبا على المقدرة الشرائية وعلى العديد معناها من جوانب الحياة اليومية إذن هذه الحركات هي حركات اجتماعية وواسعة نتاج لسلسلة من التفاعلات بين جماعات وأفراد إلى غير ذلك كما قلت تبدأ تلقائيا اليوم ما أخشل بنسبة لهذه أحركات لماذا عطوا دكتورة من تحليلكم كخبراء بعلم الاستماع لماذا لا تستمر يعني لماذا في معظم الأحيان يخف زخم هذه الحركات الاستماعية علما أن الوضع الاستماعي والاقتصادي والمعيسي يبقى على حاله في معظم الأحيان يعني نفسيا كحالات نفسية للشعوب أو للمجتمعات التي تثور وتنطفد لماذا يخف هذا الزخم ووضعه يبقى على حاله طيب كما قلت لك هي حركات معناها اجتماعية تتحرك تتأثر في لحظة معينة ثم إذا تحقق جزء من المطالب ساعات لا تحقق المطالب يتم هناك مثلا اتفاق أو معناها توافق مثلا عام سياسي إلى غير ذلك يعطي معناها بعض الوعود تخف هذه الحركات ثم تعود هوني خلينا نميز بين معناها نمطين من الحركات الاجتماعية هناك حركات اجتماعية تهدف دائما إلى التغيير وهي حركات تتحول سرعان ما تتحول إلى حركات سياسية مطلبية داخل أو خارج الأطر أو الهياكل وهي عادة حركات فيها فاعلين اجتماعيين لم تعد لهم الثقة الكاملة في الأحزاب في النقابات إلى غير ذلك أو غير ممثلين في أحزاب وغير ممثلين في نقابات إلى غير ذلك وهي هذه الفئات التي تخرج بشكل تلقائي وتأخذ أشكال تنظيمية معينة وهناك حركات اجتماعية أخرى تناظل مثلا من أجل تغيير العقليات أو تغيير الثقافات إلى غير ذلك مثل الحركة النسائية أو حركة طلابية إلى غير ذلك أو حركة ثقافية معينة معناها فم الماط لهذه الحركات اليوم فيما نعيشه هناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة معناها اجتماعية داخل المجتمع التونسي ثمانية سنوات داخل كل المجتمعات العربية دكتور مصفقة المجتمع التونسي في كل المجتمعات نتقل بعد قليل إلى السودان وإلى الأردن وإلى لبنان هي بالأساس خليني نقول كلمة صغيرة هي معناها هذه الحركات التي نشوف فيها اليوم في العديد من البلدان العربية والبلدان حتى الغربية إلى غير ذلك هي تعبر على أزمة النظام العالمي الجديد الرأسمالية العالمية اليوم في أزمة كبيرة وهي تعيش أحد أزماتها الكبرى وهذا ما يفرز هذه الحركات الاجتماعية التي نرىها بدأت تتوسع إلى العديد من البلدان الأوروبية نعم طيب وضعت أصبعك على الجرح أنا أشكرك دكتورة فتحية سننتقل بعد قليل إلى السودان ليجهز معنا ضيفنا عمر صديق دكتور كمال هي أزمة نظام رأسمالي عالمي أم أزمة نظام داخلي محلي أزمة حكم فساد سوء إدارة وغيره هي أكثر من ذلك هي أزمة النمط الاقتصادي الإقليمي السائد العربي في إطار أزمة أكبر وأعم وأشمل هي أزمة هذه الأشكال من النيولير الليبرالية ورأسوالية يعني ارتباط الأنظمة المحلية الداخلية بالنظام الرأسمالي طبعا لأن العالم عم يعيش أزمة الآن عم يتأكد بعد 2008 أنه بعد انهيال الاتحاد السوفيتي صور أن العالم رايح نحو النهاية التاريخ بمعنى أنه انتهت الصراح وإز يتبين أنه النظام الرأسمالي يفرض من داخله تناقضات تعيد منحة تواتر الأزمات بفترات زمنية محددة ودرجة حد محددية لأن تفجرت أزمة 2008 وارتدادات لا تزال إلى الآن أبرز نتائجها هو تراجع الدور الأوروبا والمخاطر التي تحيط بالدور القرى الأوروبية اليابان إلى 20 سنة تعيش حالة ركود اقتصاد الأمريكي يعطي إشارة من جهة إلى حيوية ولكن بموجة نظر بنيوية وتاريخية نرى أن الاقتصاد الأمريكي الشديد المديونية والذي يعني يقوم على دور أساسي لشركات متعددة للنجسيات ولتميزات اجتماعية فضيعة لا يشكل نموذج لنمط الحياة اللي البشر بيتمنوه إذن في أزمة بالنظام العالمي هلأ بالنظام العربي إذا بتسمحي لي بس قد آي لفسر بس نمط الريعي الاقتصادي الريعي نمط وأنا لا أقصد بالريعي عن نفط فقط أقصد أيضا اعتماد هذه المجتمعات على الاستهلاك أكثر بكتير من الانتاج اعتماد على التجارة على التجارة الخارجية على الاستيراد الاستهلاكي أكثر بكتير اعتماد على التصدير الانتاج بس صدري انتاج يعني عم تخلق فرص عمال يعني عم توزع دقل أما عندما تكتفي بأن تكون الغلبة لقطاع خدمات غير مرتبط تماما بمحفزات الانتاج الأساسي ويكون غطاغ على الطابع الميكروي ذو عندما يكون وضع كذلك دور الاستيراد الاستهلاكي دور المال ورأس المال دور المواد الأولية والعائدات الريعية من تجارة المواد الأولية عندما تكون هذه الأمور مجتمعة وتكون مثلا ترتيبنا كمنطقة في إطار الترتيب العالمي لمختلف المناطق نحن بالمرتبة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة لجهة حصة صناعة من الناتج المحلي حصة صناعات التصديرية من مجموع الصناعات حصة صناعات ذات القيمة المضافة تكنولوجية الهوى من مجموع إنتاجنا الصناع بها المؤشرات الثلاثة نحن في أدنى أو ما قبل أدنى مرتبة في العالم من موعدين اليوم بقطاع النفط وهو قطاع واعد ولكن ربما بعد أربع أو خمس سنة بلبنان أنا أحكي عن المنطقة العربية هلأ بلبنان أنا برأي كذب كبيري النفط لحاله لا يخلق فرص عمل إلا بالمئات والآلاف فقط إذا من درج ضمن رؤية أشمل أعم للاستفادي منه أنامون أو نفال مثل ما بيقولوا من خلفيا ورأسيا بحيث ينخرط يندرج ضمن البنية الاقتصادية يتمصل عليها إذا ما نجحنا في ذلك ما نحن نقدر نخلق نحن تعرف شو معنا لبنان لشان ما تنقال كلمة بسرعة بعطي مثل لبنان لأنه قابل للتعميم على تونس وعلى السودان لبنان بينزل سنويا خمسة وخمسة ألف على سوق العمل سنويا منهم خمسة خريجي جامعات منهم سبعة وثلاثين ألف ما عم يقدر ينتج فرص عمل طلب على العمل أكتر من عشرين خمسة وعشرين ألف سنويا عندك نصف يعني الفجوة بين العرض والطلب عم تشك عم تكون بهدود خمسة وعشرين ثلاثين ألف واحد وفي تراكم هو الإما بدون يهاجروا إذا لقوا فرص للهجرة وهلأ عم تتراجع أو بدون ينضموا إلى جيش العطريين على العمل عندما هذه العملية تأخذ بعضا تراكميا نصل إلى الانفجارات الاجتماعية وإلى حركة الاحتجار نتمنى أن يكون هناك نتيجة من خلال ولو صار في انفجار يعني إذا رح يصير في انفجار ولكن أن يكون في نتيجة لصالح للصالح العام تسمح لي أن أنتقل إلى لندن قبل أن تضيف لو سمحت معنا من هناك دكتور حسن الحسن الكاتب السياسي عندك مقال سيد حسن مهم جدا في الواقع من شهرين أو ثلاثة حول مفاهيم الأساسية حول الثورة والتغيير في العالم العربي وتقول بما معناه أن الثورة لم اعتمدت على ردات الفعل ولم تكن واعية بما يكفي يعني لن تحقق النتائج المرجوة وتعدد الكثير من الأسباب والنتائج الأساسية التي يمكن أن تكون عليها ثورة ناجحة برأيك هذه الحركات في الشارع العربي وأيضا ببعض عواصم الغرب هل ستؤدي ثمارها في نهاية المطة فهل ستحدث تغييرا معينا شكرا لك أولا تحية لك ولضيفيك الكريمين لابد أن نميز تماما بين واقع الانتفاضات أو المظاهرات أو حتى الثورات إذا صح إطلاق وهذا اللفظ عليها بين ما يجري في الغرب وما يجري في بلادنا في بلادنا هناك تركيبة سياسية ونظم سياسية تحتكر السلطة وتعتبر أنها لها الحق الكامل والمطلق بالتحكم في حياة البشر بالتالي فإن أرزاق البشر حياة البشر مستقبل البشر هو بأيديهم تماما وهي لا تتصور أبدا أن هؤلاء الذين يعتبروا بمثابة رعاية أو شعوب أو متظاهرين لهم أي حقوق سياسية أو حقوق بالمشاركة أو بالمحاسبة أو بالمطالبة على أي مستوى أو على أي صعيد ولذلك تستغرب هذه الفئة من الحكام أو هذه الأنظمة الحاكمة في بلادنا من المطالبات التي تقوم بها الشعوب في بلادنا بل وتعتبر أن هذه الاندفاعات وهذه المظاهرات هي عبارة عن مكيدة غربية وعن مؤامرة على هذه الأنظمة في الغرب هناك مظم سياسية حاكمة مستقرة الشعوب تعتبر أنها صاحبة السلطة الحقيقية وأن من يوجد في السلطة يمثل مصالحها وأنها هي التي أوصلته إلى كرسي الحكم وبيدها هي أن تغيره عندما ترغب بذلك أو تتعارض مصالحها مع ما يطبق من سياسات فشتانا بين ما يجري في الغرب وبين ما يجري في العالم العربي تسمح لي أن أتوقف عند هذه النقطة لننتقل إلى فاصل وسنتوسع فيها أكثر معكم مع ضيوفنا الباقين سيد حسن وضيوفنا الكرام دكتور كمال دكتورة فتحية ابقي معنا لو سمحت فاصل قصير مشاهدين يتخللوا مجز للأنباء ثم نعود أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه الندوة ندوة الأسبوع بعنوان الشارع العربي وإمكانية التغيير نذكر بضيوفنا الكرام هنا في السوديو دكتور كمال حمدان الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات معنا من تونس دكتور فتحي السعيدي أستاذة علم الاجتماع ومن لندن حسن السيد حسن الحسن الكاتب السياسي قبل الفاصل سيد حسن كنت تتحدث عن كنت تقارن في الواقع بين ما يحدث في عالمنا العربي والمظاهرات في العالم الغربي وقلت أنه التركيبة السياسية في العالم العربي تحتكر السلطة وهذا ما لا نجده في عواصم الغرب لكن ألا ترى أيضا أن ارتباط النظم العربية الحاكمة بالغرب بالمؤسسات الغربية الدولية بالدول يعني الكبرى العظمى إقليميا ودوليا ألا ترى أنه هذا عامل أساسي أيضا يفشل من شأنه أن يفشل أي حراك مهما كان كبيرا في الشارع ما من شك أن الدور الغربي ودور الدول الكبرى تحديدا كان دورا حاسما أو عاملا حاسما في إفساد الثورات العربية ولكن لم تكن هذه النظم الغربية لتنجح في مساعيها لإفشال وإفساد الثورات العربية لو لا وجود هذه النظم الحاكمة وتمكنها من مقدرات شعوبنا فكافة القوى الموجودة في بلادنا كافة الثروات كافة الإمكانيات هي بيد الحاكم يسنده مباشرة أو من وراء سطار القرار الغربي فلا شك بأن النظم الحاكمة هي تعكس إرادة العالم الغربي أو الدول صاحبة النفوذ الفعلي في بلادنا فهناك تجانس بلا أدنى شك بين ما تنتجه النظم الحاكمة وما تستخدمه النظم الحاكمة في بلادنا وبين السياسات التي يريد ممارستها تريد ممارستها الدول الغربية في بلادنا هذا مما لا شك فيه إطلاقا ولذلك كان لابد من التحذير من أن أي حراك حتى ينجح في بلادنا يجب أن يقوم بأمرين أولا يجب أن يبتعد عن أي ارتباط بأي جهة أجنبية مهما كانت سخية ومهما كانت تبدي من حسن نوايا لأن هذه الدول جميعا أثبتت أنها دول رأسمالية نفعية استعمارية تبدي ابتسامة ولكن تخفي وراء ذلك شرا كبيرا الأمر الآخر يجب أن تحاول الحركات القائمة في الشارع العربي يجب أن تحاول أن تكسب أصحاب القوى الفعلية في بلادنا أو على الأقل جزء منهم لأن الاستضام بين القوى الشعبية العزلاء وبين الأنظمة المدججة بالجيوش وبأجهزة الأمن وبالشرطة هذه أفضل وصفة للخراب الشامل من هي القوى الفعلية ولن يحقق منها أحد أي ثمرة من هي القوى الفعلية التي يجب على الحركات في الشارع أن تكسبها ماذا تقصد لديه جيوش لديه جيش لديه جهاز أمني لديه جهاز الشرطة لديه جهاز قبائي لديه مؤسسات إعلامية يوجد نخب مؤسسات إعلامية يوجد نخب مفكرة ونخب إعلامية ويوجد من له حيثية اقتصادية وله وزن وله دو في المجتمع هذه الفئات جميعا يجب أن يعمل على كسبها ويجب أن تنحاز على الأقل جزء وازن منها إلى صالح الشعوب حتى يحصل التغيير الناجح بدون التغلغ للغربي نعم لا ندري كيف يمكن أن يحصل هذا والمؤسسات التي تذكرها حضرتك معظمها تابع للسلطة في نهاية المطاف ربما باستثناء الإعلام أو بعض الإعلاميين والنخب الفكرية بكل الأحوال اسمح لي أن أنتقل إلى السودان والسودان بلد يشهد تظاهرات منذ عشرة أيام تقريبا صار في قتلة وضخايا وجرحة وصار في مطالبة بتنحي الرئيس ورحيل الحكومة يعني سيست يبدو أنها بعد ما كانت مطالب اجتماعية معنا من هناك سيد عمر صديق الكاتب السياسي إذن ارتفع صقف المطالبات من اجتماعية ومعيشية إلى سياسية وسمعنا ما قاله الرئيس السوداني لماذا كلما طالب شعب بتخفيف الضرائب أو تحسين مستوى معيشه يتهم مباشرة من القيادة بأنه عميل وخائن ومرتزق الحقيقة الأحباس التي شهدتها السودان في الأيام الماضية كانت في بدايتها احتجاجات مطلقية للظروف اقتصادية ولكن شرعانا ما تحولت إلى مطالب سياسية ويرتفع تقفى المحتجين من المطالبة بشك بائزة القلاة والإجابة السلعة الدولية إلى المطالبة بتنح رئيس الدولية لماذا سيد عمال الشارع السوداني باغى جرعا بالشياسات الاقتصادية وبالبارض الاقتصادية وتساعد على مستوى الأزعار عن عدم السلعة الضرورية أصبح التحول أو أصبح النقد على الأحجاب السياسية المعاربة التي تعارض الحكومة ولم تشارك الحمارة الوطنية دخلت إلى المدان وطرحت مطالب سياسية رفعت تقطها إلى المطالبة بتنح الرئيس جالد عبر تجمع المهنيين الذي يضم هذه الأعجاب المعاربة نعم لكن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها السودان مضارات من هذا النوع كاد أن هو تأثر بالربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي وكاد أن تحصل فيه انتفاضة يومها دعا الرئيس السوداني إلى الحوار وتم احتواء المسألة وعادت الآن إلى الظهور ما خطورة الوضع الذي يعيشه السودان حاليا إلى أين يمكن أن يصل حتى الآن يمكن القول أن حركة الاحتجاجات قد حدث إلى حد ما من جل توقف بعض الشرعة الأساسية صحيح أن المحركين والسياسيين يحاولون استفاق تجارب الربيع العربي وكذلك يحاولون استعادة الحوار التي حدث في سورة أبريل في عام 1885 وأدت هاتين سورتين لإحباء وعسكري سانا في السودان صوتك لم يصلنا بشكل سليم للأسف سيد عمر مضطرون لتوضيعك شكرا جزيلا لك بكل الأحوال على هذه التوضيحات اسمح لي دكتور كمال أن أذهب قليلا إلى عمان عمان أيضا شهدت خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة تظاهرات واحتجاجات وصار في إسقاط للحكومة وتعيين حكومة أخرى معنا من هناك سيد جهاد مومني الكاتب السياسي من العاصمة الأردنية عمان سيد جهاد صار في تغيير للحكومة جاءت حكومة السيد الرزاز وكأنه تغيير شكلي تغيير دكور والنهج بقي على ما هو عليه لماذا يعني أولا شكرا لكم الحقيقة حصل بعض التغيير تجاوزا للشكليات حتما كان هناك بعض التغيير يعني على صعيد المطالب الأساسية للمحتجين وأبرزها طبعا مكافحة الفساد هناك شهدنا في الآونة الأخيرة بعض التطور على هذا الصعيد استجابات تجولة لكن بطبيعة الحال الضغط الذي يمارس السهر على الحكومة الأردنية يأتي بنتائج لا بأس بها لكن بطيئة هذه النتائج تهتي بطيئة يعني أسوة بجميع الحكومات التي عادة ما تقف خائفة مرعوبة أمام الاختجاجات الشعبية الحكومة الأردنية أيضا تحاول قدر الإمكان أن لا تندفع تقديم التنازلات لكنها تسعى إلى أن يحدث التغيير ولكن بشكل بطيء تغيير الحكومة لم يكن مطلبا بحد ذاته تغيير النهج هو المطلب اللجوء إلى تغيير الحكومات الهدف منه هو تهدئة الخواطر قليلا لخين البدء بتنفيذ برامج جديدة ربما استراتيجيات جديدة للحكومات لكن تبقى المعضلة أن بعض الأمور لا يمكن لا لحكومة ولا لدولة بمؤسساتها مختلفة أن تحقق النجاة على صعيدة إلى أي مدى يمكن أن تحقق أن يحقق حراك الشارع في الأردن التغيير الذي يطلبه الأردنيون يمكن بكل تأكيد أن نحقق بعض التغيير لكن ليس كل التغيير لأن في بعض الأمور تحتاج إلى الحقيقة أكثر من مجرد تغيير حكومات بعض الأمور لا يمكن تغييرها لأنها إما أن ترتبط بعلاقات الأردن الخارجية وإما أنها تحتاج إلى إمكانياتها التي لا تقوى عليها الحكومات ونحن نعرف أن الأردن في نهاية المطاف دولة ريعية لا دولة إنتاج تقريبا مغلوب على أمره الأردن ومضطر ربما للخضوع لبعض الضغوط ويقال أنه فعلا فيه ضغوط كبيرة تمارس على الأردن وهذا كان على لسان ملك الأردن بكل تأكيد هذا كلام صحيح هناك ضغوطات تمارس على الأردن لأسباب سياسية المشكلة أن المواطن لا يريد تقديم هذه التنازلات لا يريد للأردن أن يقدم هذه التنازلات الأمران مرتبطان لا يمكن تجاوز لازمة الاقتصادية بدون تقديم تنازلات وهذه التنازلات صعبة على الأردن أن يقدمها وتحديدا فيما يتعلق بقضية صفقة القرن هناك شروط على الأردن وافقوا على صفقة القرن واخذوا كل الدعم هذا الأمر لا يقبل به المواطن الأردني العادي ولا تقبل به الحكومة الأردنية وبنفس الوقت المواطن الأردني يطالب بتحكيل الأوضاع الأقتصادية في قبلك ابقى معنا لو سمحت دكتور كمال أنا أشكرك في الواقع سيدة جهاد مومني الكاتب السياسي حدثتنا من عمان دكتور كمال واضح أنه في عامل خارجي فاعل ومؤثر كثيرا في أي دولة يحدث فيها حراك هل يمكن أن نتحدث عن تغييرات جدرية أو تغييرات من أي نوع إذا لم تكن الدول الكبرى راضية أو تريد التغيير بالفعل في هذا البلد أو ذاك وشاهدنا يعني عننا أكثر من مثال هو الواقع مع العولمة البعض عبر عنها بشكل كتير بسيط أنه العالم صار قريء واحد نعم آلية أخذ القرار بالنسبة لمسائل سيادي أساسي أصبح في مركز سعر العملة مداوات العجز المالي شروط تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حماية الملكية الفكرية سياسات الجمهور تحريرها أو زيادتها أو كل هذه المسائل حتى هلأ في محاولة للتدخل في حركة الاستثمارات البينية بين الدول وضبطها وأخضاعها لمعايير صارمي هالمعايير كل هذه بتتقرر بالمركز هلأ لاحظي مش شيء بسيط ما علاقة هذه المعايير لاحقوصل مش شيء بسيط أني كتلاقي بدولي مثل الأردن مثل تونس ومثل مصر الذين وفدوا إلى الحكم في مراكز وزارات أساسية أما رئيسة مجلس وزارة أو وزارة مال أو حاكم مصرف مركزي هم خرجوا منظمات دولية تندوق نادة دولي هذا إيجابي أم سلبي عمقول أنه بإطار هالعولمة أصبح الجهاز الوظيفي الأساسي من أولاد المنطقة الذين ترعرعوا في منظمات دولية هم هم المرشحون جربناها بفلسطين برئيسة حكومي عمارسها الآن في الأردن عبر رئيس حكومي جربناها عبر مشاركة يمكن ربع الوزراء في تونس أو في مصر بفترة كانوا من هذه المدارس هذه لأقول أنه جزء كبير من السيادة الوطنية في البت بمسائل اقتصادية أو مالية أو نقدية أصبح يخضع بمركز القرار هل نستطيع أن نغير ضد إرادة الدول الكبرى أنا 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 أعتقد لا يختر أثنان على أن نظام تفضل بعض الأخوان سبقوني أنه نظام العالمي الرأس ما لي فيه أزمة البديل ما يبين بسهولي والعالم يتحول بشكل متفاوض السرعة من نظام أحادي إلى نظام متعدد الأقطاب برجع على فكرة إلى علاقة بالجواب على هذا السؤال وإلى علاقة بعدة أثئلة أنا طرحت هذا السؤال دكتور كمال أنه عندما أرادت الدول الكبرى تحديدا الولايات المتحدة والغرب أن تغير النظم الحاكمة في ليبيا مثلا بيوم وليلة تغير في مصر أيضا يعني أخذت بعض الوقت عشرين يوم مش وقت كبير تغير بتونس قبل ذلك كذلك الأمر باليمن أيضا أما بلبنان ربما نتيجة التركيبة الطائفية يقال أنه لن يتغير لا الآن ولا بعد خمسين سنة ربما في لبنان لأنه في قوى معينة لا تريد للتغيير أن يحدث في لبنان حتى لو نزل مئتين ألف إلى الشارع إذا نزل مئتين ألف وكان عنده نزل بالألفين وخمسة عشر تقريبا مئة ألف بس أنا تحدثت عن غائبين في الألفين وخمسة عشر الأجندة المشتركة التي تربط بين مطالب كلها في القوى وقيادة عم تقود ما كان في قيادة وما كان في أجندة مشتركة كان في مئة مطلب وأنا يعني عم أقولها الكلام مش لأنفي الاستنتاج اللي عم تقوليه بس للطف منه على الأقل أحسن منيئة لا لأنه عندما نتحدث عن قيادة أنتم أيضا معنيون يعني كنخبة فكرية وثقافية واقتصادية ونحن أيضا كإعلاميين معنيين أنا سأعطي مثال يعني الفنان زياد الرحباني بالأمس مثلا دعا إلى حركة كولكتيف وقال أنه يعني نريد التغيير وبهالحركة في إعلاميين وفي سياسيين وفي غيره ومش حزبية طيب حركة من هذا النوع ألا تحتاج إلى إلى تمويل كبير مثلا كيف ممكن أن يحدث التغيير طبعا لح جاوب أولا يعني يمكن أوقات في تعصف أننا نعتبر أي حركة مطلبية تحولت إلى سياسية أن تنجح من الضرب الأولى الناس المتضررين بأشكال مختلفة كجماعات اجتماعية أو نقابية نظامية أو غير نظامية مدنية أو سياسية بتحاول تصطدم بحيت ثم بتحاول تصطدم بحيت إلى أن يقع عودة وتستفيد من دروس وعبر التجارب السابقة ويأتأت اللحظة الحاسمة التي فيها يمكن إحداث الفرق هذا حصل في ثورة الفرنسية ثورة الفرنسية حصلت 1789 بس إلى أن حسمت انتصارها استمرت نحو عقد نحو قرن مئة سنة ثورة البولشفية يعني قدت بروفات حصلت لحصلت ثورة البولشفية حتى لا نيأس الناس وأنا بتأديري يمكن المعلم الأساسي اللي ربما يساعد في تلطيف شوي الحسم اللي بيّن بسؤالك هو أنه الهدف اللي لاغي لا بديل عنه هو خلق كتلة شعبية نعم من داخل التشكيلات المتنوعة الموجودة عم أخذ المجتمع اللبناني نعم كتلة شعبية عابرة للطواف تعاني من نفس المشاكل في التعليم والصحة والنقل والتقاعد ومستوى الأجر وعلاقته بكلفة المعيشة وأعتقد أنه ثمانين بالمئة من الشعوب تعاني تشترك بنفس الهموم والمشاكل كيف تنجحي عبر أجندة سياسية وإطار مؤسسات قيادة مرن في تجميع أكبر جزء من هذه الفئات المتضررة بإطار كتلة شعبية لتغيير موازين أو ضد الحاكم الذي تحدث عنه بعض الزملات اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور فتحية سعيدي أنا أعتذر كثيرا تأخرنا عليك دكتور فتحية هل ترين أنه من ثمان سنوات إذا ما قارننا يعني من الناحية النفسية وأنت الأقدر على إضاحة نقطة لنا من ثمان سنوات ولغاية اليوم هل تغيرت الدوافع والعوامل ربما أو الأمور النفسية التي تدفع المواطنين للخروج إلى الشارع للغضب للاحتجاج وغيره هل تغيرت منذ ذلك الحين وحتى اليوم؟ هناك متغيرات بطبيعة الحالي أن السياق مختلف السياق الذي حدثت في الحركات الاجتماعية قبل 14 جنفي والتي أدت إلى سقوط رأس النظام كان سياق فيه ديكتاتورية كان سياق معناها فيه استبداد إلى غير ذلك وكان أيضا عوامل جيو معناها سياسية متدخلة أيضا في هذا التغيير كما كنتم تحكيه منذ حين حول إمكانيات التغيير هناك حركات تنجح في أحيان وتصل إلى التغيير وهناك حركات أخرى لا تصل لكن تعيد الكرة مرة واثنين وثلاث اليوم السياق مختلف السياق نحن اليوم في مسار انتقال ديمقراطي ونحن اليوم بعد دستور 2014 وهو دستور مهم مواطني إلى غير ذلك لكن على مستوى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لم يحصل تقدم هناك حرية التعبير هناك أشياء قد حدثت داخل المجتمع لكن الأزمة فيها تراكم لأنه لم تتم معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية على امتداد ثمانية سنوات بل على العكس من ذلك الأزمة تعمقت تدريجيا ووصلت تونس إلى 76 بلميان معناها حجم الدين العمومي هناك مشكل طبعا في الموازنة المالية وفي كتلة الأجور التي ارتفعت وبلغت تقريبا ما يعادل 45 بلميان إلى غير ذلك من الأشياء وهناك هذا التضخم الذي كان من نتائجه طبعا غلاء المعيشة ومعناها انهيار القدرة الشرائية الثورة عندما أو هذا الحركة الاجتماعية المتساعى قبل أربع تجافي عندما انطلقت كانت مثلا من أجل التشغيل اليوم البطالة تضاعفت أيضا لنفس السبب من أجل التشغيل يعني الرسالة التي سجلها المرحوم عبد الرزاق اللي أحرق نفسه وأيضا يقول أنه في بطالة ونحن نحتاج على البطالة ورسالة اليوم بسبب يعني عشر موجود شغل نعرف الرسالة معناها المشاكل أو هذا ما يحرك هذه الحركات الاجتماعية التي تخرج بشكل عفو في مناطق متعددة وفي مناطق مهمشة بالنسبة للمجتمع التونسي مناطق معروفة بالفقر بحجم البطالة نفس المطالب بمعنى أنه مطالب 14 جان في 2011 لم تتحقق لم يتحقق منها إلا جزء متعلق بالحريات كل ما هو اجتماعي لم يتحقق وهناك فشل للسياسات العمومية التي تم انتهاجها من سبع حكومات متتالية اليوم هذا الذي يفسر هذه الاحتجاجات رسالة المرحوم المصور الصحفي كانت واضحة والإشكال أو ما يخيفني بالنسبة لي أن رسالته ممكن أنها تحمل وهي فرضية من بين الفرضيات التي وضعتها وأنا أشاهد هذه الفيديو الذي سجله أنه يمكن أن تكون معناها حركة انتحارية بدأت تتساع لأنه بعد ذلك وشاهدنا يوم أمس ثلاث معناها محاولة انتحار في نفس الجهة للمصور اليوم عملت انتحار في جهة أخرى إلى غررلكة وهذا هو الإشكال وهذا يعبر على وضع نفسي معناها ضغط ومعروف أنه هذه الظواهر ظواهر الانتحار هناك فعل العدوى وهذا بيانه العديد من علماء الاجتماع إضافة إلى إذا كانت حولت إلى حركة معناها انتحارية احتجاجية مشكلة كبيرة لأنه ممكن أن تتساع لأنه تتساع بفعل العدو وتتساع بفعل أنا تولي بشوية بشوية عمل ربما دكتور هذا يعني فيه جزء إيجابي وفيه جزء خطير جدا الخطير أنه يعني فيه جزء خطير خطير أنه يدفع يعني حالة تدفع الشعب أو جزء كبير من الشعب إلى الانتحار والجزء الإيجابي إذا أعتبرنا إيجابي أنه الناس تتأثر يعني ويصير عندها هذه الحماسة لأن تشارك الهم مع أقراننا بالنسبة لي معناها بعلاقة بالانتحار هي مسألة سلبية لأبعد الحدود لأنها إذا اتسعت فهي ظهر خطيرة لأبعد الحدود ولها انعكسات معناها لكنها تحبر على وضع نفسي إحباط ووضع نفسي إختناق إلى غير ذلك إنتعم نوع منها من الانفجار إلى داخل المجتمع نتيجة عدم تحقق الأهداف لكن خليني نقول أن الحركات الاجتماعية برمتها سواء في الغرب سواء في البلدان العربية باختلاف طبعا السياقات وباختلاف معناها النظم إلى غير ذلك هي حركات مواطنية هي حركات تعبر على مرحلة أزمة داخل الديمقراطية أو حالة من حالات إما الدفاع من أجل الديمقراطية مثلا مثل السودان يرغبون في إقامة نظام ديمقراطي لغير ذلك مع خصوصية النظام في السودان أو لأجل الديمقراطية مثل ما هو في فرنسا أو حتى ما في تونس لأجل الديمقراطية أي تطوير المشاركة وتطوير القاعدة الشعبية والمطالبة بالديمقراطية التشاركية بمعنى الحكومات عليها أن تذهب إلى الشعب معناها تتحاور معه تعرف معناها مشكلات وتحاول أنها تمتص الغضب لكن في نفس الوقت تحاول إيجاد الحلول على قاعدة الصراحة وعلى قاعدة الإمكانيات المتوفرة مثل ما كان يتحدث منذ حين الأخ من الأردن يعنيها الحركات الاجتماعية يمكن أن تصبح ظاهرة إيجابية إذا كان هذا التفاعل بينها وبين الحكومات يكون تفاعل إيجابي يكون فما استماع أخذ وتواصل أخذ وعطا من الجهتين اتفاق بين الجهتين وصول إلى قاعدة هي المسكلة المسألة أو جزء من المسألة دكتور كامان قال ربما ارتباط هذه الحكومات بالنظام الرئيس مالي العالمي وبالمؤسسات الدولية يعني هي مكبلة في نهاية المطاف النظم الحاكمة نعم هي مكبلة نعم اسمحي لي أن أنتقل إلى الفاصل لأذهب بعده إلى لندن مع سيد حسن الحسن مباشرة سأكون معك سيد حسن الحسن بعد هذا الفاصل الأخير مشاهدينا ثم نعود أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الأخير من ندوة الأسبوع بعنوان الشارع العربي وإمكانية التغيير نتحدث عن إمكانية أن تحدث أو أن تؤدي كل هذه الحركات في الشارع العربي إلى تغيير ما في السياسات الحكومية أنتقل مباشرة إلى سيد حسن الحسن الكاتب السياسي من لندن ما الأفضل في هذه الحالة في حالة الدول العربية لنأخذها مثال وللأسف الثورات أو الانتفاضات أو الحركات لم تؤدي بالنهاية إلى النتيجة المرجوة الأفضل وإصلاح النظام أم تغيير جذري وإسقاط بهذه الحالة ما هي الأدوات التي يجب على المتظاهرين أن يستخدموها تمام اسمحيني بداية أن أقول أن قضية التغيير في بلادنا ليست قضية رفاهية وليست قضية متظاهرين يريد أن يعبر عن غضبهم هي قضية حياة بالنسبة لهم يعني الإمام علي بن أبي طالب قال قولة مشهورة عجبت لمن لا يجد قوت يومه أن يخرج شاهرا سيفه الموضوع هنا كما تم تفصيله من أكثر من زاوية أن مشكلة التغيير في بلادنا متعلقة مباشرة بمركز القرار الغربي وهذا صحيح إلى حد بعيد ولذلك نقطة البداية ستكون صعبة جدا لأنك تريد أن تفصل مقدرات بلادنا والقرار السياسي والاقتصادي فيها عن مركز القرار صاحب النفوذ الفعلي الجاهز والحاضر في عواصم الدول الغربية لكن صار في تغيير سيد حسن نقطة في غاية الأهمية صار في تغيير ببعض الدول العربية وصار في إسقاط لنظم وصار في تغيير الجدرية يعني استطاع الشارع أن يغير في مكان ما أو في لحظة مفصلية ما لا بموافقة الغرب يعني الغرب خيارات واسعة هيدا هيدا وهيدا نعم تفضل سيد حسن عفوا الحديث ليه تفضل سيد حسن نعم التغيير في أكثر الأحوال كان شكليا وعندما تدخل الغرب في حالتين سواء في الحالة الليبية فتدخل لحماية مصالحه بشكل مباشر لأن ليبيا دولة مركزية في شمال أفريقيا وقريبة من أوروبا وسيطرت الدول الغربية التي شاركت في احتلال ليبيا بسيطرة على مراكز الثروات في هذا البلد ومن ثم دفعت الناس جميعا والقوى جميعا المختلفة إلى حرب لا تبقي ولا تذر لا تضر بالقوى الغربية إنما تضر بالبلد نفسه وعندما تدخلت هذه القوى الغربية في سوريا في واقع الحال لم تتدخل لصالح الثورة وإلا لكانت انتهت على غير الشاكلة التي شاهدناها إنما تدخلت للحفاظ على مصالحها فإذا نحن نتحدث هنا على أن أي تغيير حصل سواء في مصر أو في تونس هو تغيير شكلي وعندما حصل تغيير في مناطق أخرى تغيير أكثر راديكالية كان بتدخل غربي مباشر وفي الحالتين لا يستفيد المواطن في هذه البلاد من هنا يجب أن نتنبه إلى نقطة أساسية أود أن أذكرها أن الانفصال عن مركز القرار سيكون صعبا للغاية لأننا ندرك نحن أننا نعيش في عالم يتحكم به القوى العظمى هذه النقطة منتهين منها ولذلك عملية تشكيل قوى تخرج عن سيطرة القوى الغربية ليست عملية سهلة ومن هنا يجب أخذ بعين الاعتبار أن عملية التغيير يجب أن تتجاوز الحدود القطرية ويجب أن تشمل أجندة جامعة لكل المشتركين في عملية التغيير يعني القضية هنا أيضا قد يتهم المحتجون والغاضبون والمواطنون بالارتباطات الخارجية إذا قلنا أنه يجب أن تتجاوز الحدود الحدود الوطن يعني تقصد أو الحدود القطرية عندما نتحدث عن الحدود القطرية فالجميع متفق على أن هذه حدود مصطنعة هي جزء من النفوذ الاستعماري ومن القرار الاستعماري فالخروج عنها هو خروج عن القرار الاستعماري عن القرار السياسي الغربي عن قرار الذي يصدر من العواصم التي نريد أن نستقل عنها والتي إن لم يحصل الاستقلال عنها سنبقى عبيدا للغرب من جهة وللأنظمة المتحكمة في مصائرنا من جهة أخرى القضية الأخرى التي يجب أن نتداركها أن الغضب صحيح له عدة محفزات وأن هذه المظاهرات وخاصة في الموجة الثانية منها التي نشاهدها الآن أغلبها مطلبي ويتعلق بمعيشة الناس بقوة الناس بحيث أن الناس في السودان لم تجد حتى الدقيق كي تخبز وتأكل المظاهرة الخبز وأصبح سعر رغيف الخبز أربعة مثلا لكن بالنهاية حتى إذا خرج الناس وقاموا بتغيير السؤال الذي سيطرح في اليوم التالي لنجاح التغيير ما هو النظام الاقتصادي الذي سأقوم باعتماده في هذه البلاد ما هو النظام الاجتماعي ما هو نظام العقوبات ما هو النظام السياسي ما هي علاقة الحاكم بالمحكوم ما هي البدائل ولذلك إذا نحن فصلنا أو حاولنا أن نفصل أي بديل عن جذور الأمة عن جذور شعوبنا عن ما تؤمن به وتعتقده أنه الأصلح لها في حياتها وفيما بعد حياتها حتى مثل حالتنا نحن أمة متدينة إسلامية جذورها ومعتقداتها متعلقة بأنهم ما لا يصلح لا يصلح لا تصلح أحوالنا إلا بما صلح به تاريخنا نعم نحن قوما أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذى الله الله هذا هو تصور بلادنا ومجتمعاتنا وشعوبنا نعم ولكن أيضا نعود ونعطي مثال لبنان لبنان ليس بلدا مسلما يعني فيه من كل الطوايف وفيه فائد من الطوايف في الواقع وما عم بيصير فيه التغيير اللازم منذ عقود ولغاية الآن وهنا اسمح لي أن أتوجه إلى دكتور كمال حمدان أنا فعلا يعني أريد أن أعطي مسحة تفاؤل للناس ولكن فيه واقع أيضا يجب أن نقرأه اليوم فيه مظاهرات فيه غاضبون في الشارع بلبنان هل تتوقع أن تتصاعد الأمور على أي أساس يمكن أن تتصاعد وهل على المتظاهرين أن يبقوا سلميين أم ربما يجب أن يستخدموا بعض الأدوات لي ينبهوا أو ليدقوا أجراس الإندار أكثر أمام السلطة الواقع يعني لبنان مثل تونس مثل السودان ذات النمط لتشخيص الأزمة عجز في المالية العام اللي لا يستطيع السيطرة وعليه عجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري انعكاس على سعر العملي انهيارا بكل هالدول باستثناء لبنان حتى أشعار آخر انهيار قوة الشرائي للأجر نتيجة انهيار العملية وهذا يبين بالخبز وبالأكل وبالسكن وبالنقل تنتهي القصة بتفجر اجتماعي خصوصا أنه كل هالظاهرات عم تصير ببلدان نظم الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية كضمان البطالي أو ضمان شيخوخة أو أليل الفعالية تنفجر عندما تنفجر بشكل حركات اجتماعية منظمة أو عفوية سياسية أو مجرد تظاهرات يلجأ الحاكم والحاكم هون عم اشمل فيه القوى المسيطرة في الدوائر الغربية وأدواته في قيادة وأنظمة هي محميات بنظل نظام استقطاب عالمي معظم القرار السيادي في الشؤون المالية والسياسية والاقتصادية أصبح يتقرر في المركز ساركات الكبرى طبعا عندما تنفجر هكذا حالات يستخدمون كل ما يقسم صفوف الناس الذين تتشابه أضاعهم الطائفة والمذهب والعرق والدين والقبيلة والمنطقة هذا حصل في ليبيا وهذا حصل أو قد يحصل في الأردن وهذا حصل وحاصل في لبنان وهذا وقال بالجزائر بالمغرب إلى آخرين عندما الحاكم بمعناه الشمولي المركز وأدواته عندما يستخدم هذه الأمور في احتمالين احتمال أن يولد ذلك أمام ترسخ الانئثامات الأفقية مش العمودية أن يؤدي إلى انتشار طيارات متطرفة وأصوليات وأعمال عنف عبثية وهذا احتمال احتمال بالصحة والتعليم والسكن وفرص العمل ونقدر عبرها نخلق ميزان قوة جديد يغير في المعادلة بس أنا مع الأخوان اللي سبقوني في سؤال كبير بعض أحداث ما يسمى الربيع العربي هل بمنطقتنا يسهل التغيير في بلد واحد مترابطة الأمور برأيك أكتر فأكتر عم يبين أنه ومن دوم هذا يفرمل الاندفاع في كل قطر على حدة عبر قوى العفوية والمنظمة السياسية والنقبية المدنية وغير المدنية أن يستمر نضال هون بس بدا تضل الديني كمان عم تروح كيف بدا تتعاضد هالحركات لبلورة مشروع إعادة بعث حركة تحرر عربي لكن حتى بعيدا عن السياسة دكتور أي تغيير سياسي ما نعيش الآن نحن هو أحد نتائج انهيار حركة التحرر العربي طيب ولكن هذا ربما منطقي جدا على الصعيد التغيير السياسي نحن نعود ونقول أنه نتحدث عن تغييرات اجتماعية بالخبز والكهرباء والخدمات والطبابة والبطالة وغير ولكن بلاد غنية جدا مثل السودان بما أن السودان اليوم فيه تظاهرات لماذا يوجد فقير واحد مثلا بالسودان بالسعودية لماذا يوجد فقير واحد بالسعودية أنا فقط اسمح لي أن أعطيك يعني أرقام بعض الأرقام والحقائق عن السودان مساحة وأعطي المشاهدين مساحة الأراضي الصالحة لزراعة في السودان تقدر ب16 مليون وتسعمية ألف هكتار ما يعادل نحو 42 مليون فدان قدرتها مصادر أخرى بـ 200 مليون فدان صالح للزراعة سودان هو أكبر بلد منتج للسمسم في العالم بعد الهند والصين يمتلك أكثر من 130 مليون رأس من الماشية بالإضافة إلى الثروة السماكية والحيوانات البرية والطيور ويوجد فيه 12 نهرا من أغنى دول العالم من حيث الموارد خاصة بعد اكتشاف المفت والذهب خلال العقدين الماضيين ولكن نسبة الفقر فيه تجاوزت 36% بحسب الجهاز المركزي للأحصاء ليش؟ فيه سوء إدارة هنا يعني ما نربطها دائما بالغرب وبالمشاريع الأنسانية طبعا عندما يجتمع الاستبداد السياسي نعم مع الإقصاء الاجتماعي من الطبيعي أن يجري يحصل انحراف كبير في آليات استخدام الموارد البشرية والمادية والبيئية والطبيعية وهذه أبو أوقات يعبر عنها الغرب بكلمة حوكم وإلى آخرين بس عندما يجتمع الاستبداد والإقصاء والفقر والعجز نحن بشو بتشترك كلها البلدان نحن نحكي عنها أنه معدلات البطالة فيها وعندها السروات ما في رؤية تنموية ما في استراتيجية لتنمية حقيقية معدلات البطالة أعلى معدلات في العالم بالكتل الكونية كلها للشباب 30% شو 30% على كل 3 في واحد مع ميلاق شغل واللي عميلاق شغل عم ياخد أجر ما له علاقة بالتكاليف المعيشي وبمعظم الأحيان بقطاع غير نظامي مش محمي بشبكات أمان اجتماعي بالنهاية بدأت انفجار فيه انفجار في لبنان أنا يعني عندما يتعاضض بذات الوقت عجز مالي يتجاوز 10-12% من ناتج المحلي ما عجز تراكمي قياسي للسنة السابعة على التوالي في ميزان المتعاد وتصبح كميات العمولات اللي عم تجي على البلد أقل بكتير مما يحتاج البلد إلى عمولات لتمويل استيراده من المحروقات والأدوية عندما تكون الأمور كذلك وعندما يكون 1% من السكان يمتلكون 25% من الدخل و40% من الثروي ويجي نظام ضريبي يفرض العبء الأهم على الطبقة الوسطى ومفقرة عندما يكون ذلك كذلك لا أتردد لحظة في التوقع أنه نوصل إلى انفجارات بس هلأ الحقل مخدرة مخدرة نعم طوائف ومزهب ونحن نصدق حضرتك عندك باع طويل جدا بالاقتصاد وعالم الاقتصاد والأرقام منذ أربعة عقود تقريبا اسمحني أن أنتقل إلى دكتور فتحية سعيدي أنا طرحت سؤال قبل قليل على دكتور كمال حول الأدوات التي يجب أن تستخدم في المظاهرات والاحتجاجات والغضب الشعبي هل مبرر أحيانا للمتظاهرين اللجوء إلى العنف دكتور فتحية لإيصال الصوت ربما أو الصرخة أكثر إلى الحكام والمسؤولين وهل هذا طبيعي أو رد طبيعية عند المتظاهرين عادة تكون طيب بالنسبة لي على الأقل نقول أن الحركات الاجتماعية هي حركات مواطنية بالأساس وباعتبار أنها حركات معناها مواطنية الطابع السلمي لها هي معناها مهم والطابع السلمي تنجم الحركات المواطنية تحدث تغيير ما من خلال حركة معناها سلمية إلى غير ذلك بالنسبة لهذه الحركة أو التحتيم أو معناها الاعتداء على الممتلكات هذه بالنسبة لي الانفلاتات التي تحتف في الحركات الاجتماعية وشفناها حتى في فرنسا موجودة لأنها معناها تعبر على غضب أو يدخلون أشخاص أو تدخل فئات للقضاء على هذه الحركات أعتقد أن كل حركة اجتماعية يتم فيها الحركة إلى غير ذلك هناك معناها أطراف آخرين دخلوا للحالبة ولللعبة حتى يتم الحد أو قمع أو يعطي تبرير حتى نعطي تبرير لمسألة قمع الحركات الاجتماعية في جميع الحالات كل حركة اجتماعية هي حركة تهدف إلى التغيير والحركات الاجتماعية يمكن لها أن تحدث تغيير سواء على المدى المتوسط أو على المدى القريب أو على المدى البعيد فقط ما هو التغيير الذي ترغى فيه هذه الحركات لأن الحركة الاجتماعية تحدد بهويتها وتحدد بمطالبها الاجتماعية الهوية إذا كانت هويتها مثلا حركة مثل حركة حقوق الإنسان هوية ثقافية قيمية إلى غير ذلك فهي ستحدث تغيير على المدى المتوسط والبعيد أما إذا كانت حركة اجتماعية سياسية نتيجة مطالب اجتماعية إلى غير ذلك يمكن أن تحدث تغيير عندما تستجيب الحكومة لمطالبها وعندما يكون هناك تراجع شفناها مثلا مع ماكرون في فرنسا حاول أن يتراجع الكلمة الأخيرة التي أرغب نحتاج إلى ماكرون هنا دكتور فاتحية ربما لا 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 نحتاج إلى ماكرون نحتاج إلى أن السلطة تكون السلطات أو من هم في الحكم يكونون على معناها درجة قريبة مناء الحركات الاجتماعية يعني يستمعون إلى مطالبهم ولكن لو كان العامل كذلك عذريني على المقاطعة كانوا تعلموا الدرس نحن نتحدث عن ثماني سنوات من الغضب ومن الانتفاضات في الشارع وما تحقق المطالب لأن البنية الفكرية أو الثقافة العربية ما هي الثقافة الديمقراطية للأسف الشديد ما هي الثقافة الديمقراطية ثقافة حوار ثقافة استماع وثقافة ذهاب إلى الآخر وما فيها الغيرية فيها الأنمية فيها برشة حاجات معناها فمعنا عوامل ثقافية وعوامل الاستبداد أيضا أو الفكر الاستبدادي والديكتاتوري الذي ساد إلى فترات كبيرة في العديد من المجتمعات هو الذي يهيمن وعنا عامل الدين عامل الدين اللي يؤبد معناها وضعيات معناها معينة مثلا بالنسبة للسودان نظام السودان نظام إخواني نجعل السودان نلقاوها التغيير الاجتماعي لا يتم إلا عبر الانقلابات مش عبر الحركات الاجتماعية انقلاب إلى غراليكا وذلك هو التاريخ معناها العديد من البلدان بالنسبة الفكرة الأساسية نحب نركز عليها قالها الأستاذ كمال وأنا أحييها على هذه الفكرة هي فكرة الكتلة الشعبية العابرة بمعنى الكتلة الشعبية التي تهم هؤلاء أو تجمع هؤلاء الذين تجمعهم نفس المطالب نفس بقطع النظر على الانتماء الطائفي أو الانتماء العرقي أو الانتماء على أساس الدين أو الانتماء حتى الديولوجي والتي تكون في مواجهة لكتلة أخرى تعارض مطالبها وتحاول هذه الكتلة العابرة لكل الخلافات إلى غير ذلك ممكن أنها تحدث التغيير وعندما نحلل الحركات الاجتماعية فنجد أنها يمكن أن تخلق هذه الكتلة العابرة التي لا تقف عندها حدود السياسي فقط أو حدود الإديولوجي فقط نعم فقط إجابة سريعة دكتور سيدة حسن لو سمحت هل لديك تفاؤل بإمكانية أن تحدث هذه الحركات الشعبية تغيير في المدى المنظور قريب أو بعيد بسرعة لو سمحت لاحظي أن صحيح هذه الأنظمة حتى لو استطاعت السيطرة على الحراك القائم والجار في بلادنا لكنه سيكون ستكون سيطرة مأقتة وستنفجر الأمور بشكل أكبر وأضخم وأخطر بكثير لذلك الجميع الآن في مركب واحد وإنحياز فئات أساسية في هذه النظم الحاكمة إلى صالح شعوبها أمر ضروري جدا لأن الجميع في مركب واحد والمركب هذا سيغرق بالجميع لا سمح الله إذا لم يحصل تغيير نعم توافق دكتور كمال بس كلم تحدثت عن هل يعني يمكن التغيير في بلد واحد يمكن عندي إيجابة سريعة بس إذا بهذا الجزء من العالم إذا لم يحصل شيء بقلب الأم العربي بمصر هي أم الدنيا إذا لا حصل تأدم في مصر خرق في مصر لحظ دل الساحات أقل حظا أن توصل إلى مرميها واحد اثنين لا يسعني إلا أن أدعو بإلحا إلى رفض صوت لإطلاق سراح والحفاظ على سلامة المعتقلين في السودان وفي تونس وفي كل دول التي تشهد إضافة الشامية أنا أشكرك جزيلا دكتور كمال حمدان المديرة التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات حضرتك أيضا أحد أكبر الخبراء الاقتصاديين في لبنان دكتور فتحية سعيدي أستاذة علم الاجتماع من تونس سيد حسن الحسن الكاتب السياسي من لندن أشكركم على هذه المشاركة أحييكم مشاهدين وأتمنى لكم في نهاية هذه الندوة أعيادا مزيدا وعاما مليئا بالفرح والحب هذه آخر خلقة من العام 2018 نلتقي في العام المقبل إلى اللقاء كل عام أنت بخير دكتور